مسكت الفراخ اللي عندي بالسكينة فرمتها وحلفت عمري ما اشتريها بالغالي تاني انسي كل طرقك القديمة العميلها وجربيها على الطريقة التركية يعني فروم الفراخ وقطعيها واعملي دونر كباب دجاج او بالمصر كده شاورمة فراخ هتقولي في حياتي مكلتي شاورمة بالطعامة والحلاوة دي يعني انسي لانشون وبرجر الفراخ وكل الوصفات القديمة وجربي الشاورمة التركية اللذيذة وهنقدم جنبها صست ومية تحفة زي اللي بيعجبنا في المطاعم السوري جاهزي بس كده صدر الفرخة اللي عندك وتعالي نشوفها نعملها ازاي قبل ما نبتدي فضلا شجعيني بأجمل لايك وما تنسيش المتابع والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانا يلا نسمي باسم الله ونصالي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بشرت عندي بصلايا حطيت عليها نص معلقة ملح لإني عايزة المية بتاعتها تبقى كتير وبعد ما البصل ونزلت ميتها مسكتها صفيتها كويس قوي أنا هستخدم مية البصل بس مش عايزة تفلي في حاجة ركيزي معايا بقى في التوابل اللي هحطها ودي هتدي طعم حلوى قوي لدونر الكباب حط معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة معلقة صغيرة من البابريكا العادية معلقة من إكوزبارا الناشفة طوم بودر بصل بودر كمان معايا معلقة صغيرة من بوهرات الشاورمة أو بوهرات الفراخ أحط نص معلقة في الفلسود وكمان معلقة من التوم الفرش والتوم الفرش أساسي جدا في طعم دونر الكباب سواء اللحمة أو الفراخ هنزل على الخليط كده بكوباية من الزبادي ومعلقة صغيرة من الملح وهقلب بقى كده الخلطة السهلة اللي معايا دي وهي دي أساس طعم دونر الكباب تلك مكونات أساسية التوم الزبادي ومية البصل أما باقي التوابل فهي اختيارية ودلوقتي بقى هبتدي في طقطيع الفراخ أنا هنا كان عندي صدر فرخة عايز أقولك دونر الكباب بيتعمل بأوراك بصدور بوراك على صدور إلا عندي كمان أنا بفضل خلط الأوراك مع الصدور لإن الأوراك بتدي طراوة حلوة قوي قوي لدونر الكباب بس أنا كان عندي صدور عادي هتنفع وكله شغال دلوقتي بعد ما قطعتها همسكها في الكب بقى فرومها أنا بفرومها يا جماعة نص فرمة أنا مش عايزة الفراخ دي مطحونة دونر الكباب الفراخ فيه بتبقى صحيحة على فكرة كمان تقدر يتقطع الفراخ قطعة صغيرة وتفروميها بالسكينة أصلا الفراخ مبتاخدش وقت كبير يعني عشان تتفرم يا دو بلفة واحدة في الكب وهتبقى مفرومة بالشكل ده فرم خشن دلوقتي بقى أخذ الفراخ المفهومة وطبعا كمية الفراخ تقديرية حسب عدد أفراد أسرتك ويعني عاست أعملي كيلو ونص كيلو برحت بس هي عماتة لذيذة وما يتشبعش منها أفضل أن أنت تعملي منها كمية وتعيني منها في الفريزر في رول زي ما هوريكي دلوقتي هخلط بقى الفراخ مع الخلطة والريح يا جماعة تحفى تحفى بجد أجمل خلطة للشاورمة دلوقتي بقى كده بعد بفرمتها هبتدي أقطع صدري فرخة ثالث يعني نص سدري كده معايا وهبتدي أقطع لشرايح وبعد كده هفرومه فرم خشن الجزء ده بقى هفرومه بالسكينة فرم خشن مش هفرومه في الكبة طب ليه يا موريانة عشان أنا عايزة دونر الكباب يبقى فيه قطعة فراخ سليمة مش مفرومة وعلى فكرة تقدر تخليها كلها مفرومة بس أو تقدر تخليها كلها تقطيع سكينة يعني ينفع كده وكده بس أنا دايما بحب أخلط الفراخ المفرومة مع قطع الفراخ الصحيحة كده بيبقى شكلها حلوة قوي قوي في قطعة الدونر وعمتا أنا استخدمت كيلو لربع من صدور الفراخ زي ما قلتلك الكميات تقديرية عايزة تخليتي أوراك هيكون أجمل وأجمل دلوقتي بقى هخلط الفراخ على بعض وهجاهز الاستريتش عشان ألف فهرول طبعا لو أنت ما عندكيش استريتش ما تكلفيش نفسك الناس اللي بتقول يا موريانة أنا ما عنديش ورق زبدة ما عنديش استريتش هقولك عادي جدا أكبر كيس بلاستك عندك وحط فيها الفراخ المفرومة هتتلف برضو معاك رول يعني الموضوع سهل وبسيط واشتغلي على قد إمكانياتك هفرت كده رول الفراخ وهبتدي كده بالراحة ألف الاستريتش عايزة أقولك كمال لو عندك قالب إنجليش كيك تقدري تحط فيها عجنت الفراخ دي مش هتقول لأ خالص عملنا مع بعض قبل كده دونر الكباب باللحمة المفرومة والله مبارك الفيديو عجب ناس كتيرة وناس كتيرة طبقته كمان في ناس قالتلي في التعليقات يا موريانة لفنا رول طب ما احنا نقدر على طول نعمله زي البرجر كده أو حتى نصبعه هقولك براحتك بس يا جماعة دي عجينة سائلة يعني لينة فيها زبادي فيها ميت بصل فهي طريقة قوي أنصى الطريقة لها إنها تتلف رول وهي دي طريقة الأطراق في عمل دونر الكباب المنزلي أنا طبعا بقولك الطريقة الأصلية وانتي طبعا لكي حرية التنفيذ دلوقتي بعد ما لفتها رول مسكت كده سكينة صغيرة وابتديت أفضي الهواء بوم اتقطعت مني أنا ما حبتش أقطع الحتة دي عشان تتعلمي من الغلطة اللي أنا غلطتها يعني ما ينفعش تخرجي الهواء غير بعد ما تقفلي أطراف الرول من هنا ومن هنا خلاص بقى كده مقص صغير وطلعت الهواء ودخلتها تجمط في الفريزر هي بتعود يا جماعة مش أقل من 24 ساعة عشان تجمط في الفريزر دلوقتي بقى بعمليه بجاهز صوص التومية حطيت كبايتين مية على 3 معالق كبيرة من النشا أنا هعمل كباية كبيرة من التومية عشان أنا ولدي بيعشقوها فعمل كبايتين مية لو انت عايزة تجرابي في كباية بسيطة يبقى كباية مية على معلقة ونص نشا تدوبيهم على البارد ولما القوام يتقل وتبرد معاكي وأول ما تبرد على الخلاط أو على هند بلندر هبتدي أضيف بقية المكونات معلقة صغيرة من التوم الفريش ما تحطيش توم كتير يعني مش عشان تومية تكتري التوم كيفية معلقة صغيرة حطيت نص كباية من المايونيز وكباية صغيرة من الزبادي أنا بفضل إضافة الزبادي عن الحليب في التومية ما فيش زبادي ممكن استبداله بربع كباية من الحليب حطيت نص معلقة ملح نص معلقة فلفل سود حطيت معلقة كبيرة من الخل ومعلقتين كبار من الزيت بس يا ست الكل هي دي مكونات التومية وبالهند بلندر او في الخلاط هبتدي افرم الكلام ده كله كويس جدا جدا لغاية ما ينعم والقوام بتاعه يبقى كده نفس كسافة المايونيز يعني ما يبقاش تقيل ولا خفيف قوي حستيه كده ان هو تقيل ضيفي حليب او ميا لغاية ما القوام يوصل الشكل ده شايفين قوامه ولا الريحة لو شمينها اللهم بارك تحفى تعلي بقى اوريكي صلطة سريعة بعملها الشاورمة بتبقى لذيذة قوي شرايح بصل عليهم كده شوية حلوين من البقدونس ومع لقتين كبار من السماء ورشة من الملح احلى صلطة لدونر الكباب طلعت بقى رول الفراخ من الفريزر وزي ما قلتلك بيحتاج وقت عشان يجمد ومشاء الله انا حطيت كل كمية الفراخ في رول واحد فايه رول كبير كده ومقلبس وبتدي قطعي بقى يا ست الكل على فكرة هم بيقطعوها ارفع من كده بس انا بحب تخن القطع شوية يعني بناتي مسميينها بيرجر فراخ اقولهم يا حبايبي دي شاورمة مش بيرجر يقولي لا بيرجر فبحب بقى قطعها لهم كده قطع تخينة شوية زي البرجر هي طبعا طريقتها الاصلية بتتقطع قطع قطع رفيع قوي وكل ما جمدت كل ما تقطعت معاك قطع رفيع يعني بيقطعوها كده تقطيع لانشون وبصي الرول في الاخر كده بتده يفك معايا فالقطع بتده تسيح شوية عادي ما تقليش برضو هتعرفي تتعاملي معيها شايفين بقى الجمال قطع الفراخ السليمة بينا مع الفراخ النص فرما تحفة فكرتني كده بنقانك الفراخ بتبقى برضو لذيزة وان شاء الله نعملها مع بعض بصي بص قطعة الفراخ عاملة ازاي وريحتها والله يا جماعة في ايدي خرافة يلا بقى كده نسويها ونشوفها نعملها ازاي معلقتين كبار كده من السمنة وهبتدي انزل على طول بشرايح الدونار اولا كده ما بتاخدش وقت خالص ثانيا لازم النار عندك تبقى وسط لانك لو وطيها الفراخ هتنزل ميتها وهتنشف فده انا مش عايزة لكن دايما كده تخليكي في تقليب مستمر اضافة مني كده بحب حطها بابريكة مدخنة فوق الوش عشان تبقى محمرة كده وإحنا بناكلها بتحبي اضافة البابريكة المدخنة حطيها مش عايزة خلاص مفيش اي مشكلة بس احنا حطين في التدبيلة من جوة معلقة من البابريكة المدخنة وده بيديها طعم دخن وحلو قوي هنزل بقى بقى الشرايح وبصي تقدر تبططيها تتحكمي في السمك زي ما انت عايزة جاهزت بقى العيش السوري ولولا بس من الفيديو قصير انا كنت وريتك انها بتتلف رول وكمان بتتحط على الجريلة كده تتحمر وتعملي احلى سندويتشات شاورمة تركي حطيت بقى صلطة البصل والسماء والتمية واهم حاجة ان انا غطيت الشاورمة اول ما استود ما تسيبهاش مكشوفة كده عشان شرايح الشاورمة ما تنشفش منك يلا بقى يستك كل اجمل طعم وبالفة هانا وشفة تحفة ولا تقولي لي ابو مازن السوري ولا ابو حيدر ولا اي حد بتاع شاورمة انت هتعملي احلى شاورمة تركي في بيتك بالفة هانا وشفة اتمنى تكوني الوصفة عجبتك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشارات على علامة الكل كمان ما تنسيش متابعة لصفحة الفيسبوك هسيبلك اللينك في صندوق الوصف بحبكم في الله تعليقاتكم ايجابية بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته